اشتركوا في القناة الجزء خمسة وثلاثين من كتاب بحار الأنوار تاريخ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الباب السادس في نزول سورة هل أتا أولا تعرض يتعرض في هذه الفصول لأهم وأعرف وأشهر الآيات النازلة في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه آية إنما وليكم الله وقد تم البحث فيها ثم بعد ذلك تعرض لآية التطهير وانتهينا منها في اليوم الماضي اليوم يتكلم في سورة هل أتا الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الأمال بسنده عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام عن أبيه في قول الله عز وجل يوفون بالناذر قال مريض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وعيادة المريض هي من السنن المعروفة في الإسلام بل ربما فالسنة عامة هذه باعتبار المريض تنقصه العاطفة يحتاج واحد يصيبه الضاعف يحتاج واحد يضفي عليه قوة هو من جانب العاطفة من جانب الدعاء من جانب السلام جوانب أخرى فمسألة عيادة المريض من المسائل المهمة جدا حتى أن الله تبارك وتعالى حينما كلم موسى موسى بن عمران الكليم من ضمن ما قال له يا موسى مرضت فلم تعدني قال يا ربي أنت متى مرض حاشاك من المرض شون مرضت الدين قال يا موسى إن لي في الأرض أولياء أدي أولياء في الأرض المؤمن إذا مرض كأنه أنا مرض إذا عدت كأنه إلي عدتني فهذه تعطي أهمية بالغة الله جل وعلا منزه عن هذه المسائل ولكن أراد أن يرفع شأن عيادة المريض إذا قد لها شأن ترتبط بالله تبارك وتعالى فلذا حتى لو كان صغير الحسن والحسين شأنهما وشأن الآخرين فأنت تسمع أخوك قرائبك ابن عمك ابنك منعزل ببيت واحد قاعد ابنة مرض طفلة طفلين منها تمر عادة ما تقولوا ما تروح له ربما أبو يا شون صار وكذا شي ما تقولوا ما تروح له طفل عادة عند العرف لم يبلغ تلك الأهم ولكن لا مسألة الحسن والحسين صلوات الله عليهما وعيادتهما مسألة أخرى رسول الله الشخصية الأولى في الكون يقوم يعود الحسن والحسين ويعطيهم بعض النصائح إذا هاي النقطة الأولى كانت مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه رجلان فقال أحدهما يا أبو الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا إن الله عافاهما فتشي تسوي وهاي مسألة النذر أيضا مسألة مهمة إني نذرت للرحمن صوما كان يصومون وشكل بعدين أنواع من النذورات موجودة تارة تدفع مال وأخرى تفعل بلسانك بعض العبادات صلي ركعتيا مثلا تسوي فرسبح صلوات مثلا وهكذا من الأمور الأخرى فهي مسألة النذر يا أبو الحسن لو نذرت لله قال هي نذر اي ليش لا شنو مولاي تنذير أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل شكرا على عافية الحسن والحسن وكذلك قالت فاطمة عليها السلام وقال الصبيان ونحن أيضا نصوم ثلاثة أيام وإياكم بس خلين صغير زينين وكذلك قالت جاريتهم فضة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صاروا خمسة فألبسهم الله عافيتاه هاي الفاء في اللغة العربية تختلف عن ثم ثم للعطف بانفصالي والفاء للعطف باتصالي تعطف شي على شي باتصال إذا قلت جاء زيد فعمر يعني متصل إذا قلت جاء زيد ثم عامر فاصله بينات اللغة العربية دقيقة في حروفها فش يقول لاحظ يقول لما نذروا فألبسهما فبذاك الوقت لما نذروا الله ألبسهم لما سعى فيته فأصبحوا ثاني يوم الصبح شنو صاروا صيام رأسا يوفون بالنذر فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام يا مولاي يا أمير المؤمنين أنت اليوم صيام إذا صار المساعدكم أفطار ما عندهم شنو راح تدبرون حالكم فانطلق علي عليه السلام إلى جار له من اليهود لا إله إلا الله اليهود عنده فلوس وأمير ومن ما عنده احتير واحد دايا منه اليهود لازم يكون متمكن أفا على هذه الدنيا فانطلق علي إلى جار له من اليهود يقال له شمعون يعالج الصوف شنو يعالج الصوف صفر لعلاج يعالج الصوف يعني يأخذ الصوف يأخذ الصوف يسوه بشكل خيوط يبرمو يغزلو هذا يسمو شنو يعالجون الصوف فقال هل لك أن تعطيني جزة في المقدار من الصوف تغزلها لك ابنة محمد بثلاثة أصوع من شعير ثلاثة أصوع من شعير والله تسوى الدنيا شنو ثلاثة أصوع سيدة فاطمة تزارات غزلة تسوى الدنيا هذا قال نعم فأعطاه فجاء بالصوف والشعير الأصوع الشعير جابه والصوف جابه وأخبر فاطمة عليها السلام فقبلت وأطاعت ثم عمدت فغزلت ثلثة الصوف صلوات الله ثم أخذت صاعا من الشعير الصوف كله بشقيد ثلاثة ثلثة ثلث ثلث بقد اللي غزلت اتصرفت بالمال فطحنته وعجنته وخبزت منه خمس أقراص بكل واحد قرصا إذا صار المغرب وقعدوا يفطهون حتى كل واحد عده ويلمو شنو قرصة خوز وروحي لكم الفداء قرصة خوز عزيزة عليكم لازم تأخذون صوف واتغزلوا الله أتوه وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وآله المغرب ثم أتى منزله فوضع الخوان وجلسوا خمسته فأول لقمة كسرها علي فإذا مسكين وقف بالباب لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أقول فقال السلام عليكم يا أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنة دعا لهم فقير زين يدعو دعاهم جيد أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله من موائد الجنة دعاء يتناسب فوضع اللقمة من يده ما أخلها بحلقة ثم قال فاطم ذات المجد واليقين يا بنت خير الناس أجمعين أما ترين البائس المسكين جاء إلى البيت له حنين يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينا جائعا حزين كل امرء بما كسب رهين من يفعل الخير يقف سمين موعده في جنة دهين حرمها الله على الضنين ضنيع البخيل وصاحب البخل يقف حزين تهوى به النار إلى سجين الشعر سابقا مثل الكلام كان مثل النثر كان تكلف ما بي الآن الطبع الشعري قل سابقا مسألة موافقة القواعد العربية ما يقلون قواعد عربية هم مسألة البلاغة في طبعهم في ذواتهم مسألة الشعر في طبعهم وذواتهم إذن قواعد العربية والبلاغة والشعر مطبوع في ذواتهم فإذا يتكلم بشعر دون تكلف على السجية جاء أميره نتكلم مع فاطمة صلى الله عليه على سجيته بهذه الأبيات فأقبلت فأقبلت فاطمة تقول أمرك سمع يبنع من وطاعة ما بي من لؤم ولا رضاعة غذيت باللب وبالبراعة أرجو إذا أشبعت من أشبعت من مجاعة أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخل الجنة في شفاعة يعني قضية طبيعية كل واحد من يتكلم في موقف من المواقف يبين بكلمات عقيد داخل انفعالات الباطنية رضا غضب تهايك الكلام هو يبين هل معنى زين ولاحظت شلون كلام جميل من الطرفين واستجابة وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين وباتوا جياعا وأصبحوا صياما ثلاثة يام نادرين اليوم الأول كملوا روحي له الفداء ولم يذوقوا إلا الماء القراح هاي الماء الخالي ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته ثم أخذت صاعا من الشعير وطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة أقرصة لكل واحد قرصا وصلى علي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله مثل اليوم الماضي ثم أتى منزله فلما وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم فأول لقم كسرها علي إذا يتيم من يتام المسلمين قد وقف بالباب فقال السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أن يتيم من يتام المسلمين أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنة فوضع علي اللقمة من يده ثم قال شنو قال فاطم بنت السيد الكريم بنت نبيا ليس بالزنيم قد جاءنا الله بذل يتيم من يرحم اليوم هو الرحيم موعده في جنة النعيم حرمها الله على اللئيم وصاحب البخل يقف ذميم تهوي به النار إلى الجحيم القاف يدغيرك الكلام لتلاحظوا نفس الكلام شرابه الصديد والحميم هناك شرابه الحميم والغسلين فأقبلت فاطم عليها السلام وهي تقول فسوف أعطيه ولا أبالي وأؤثر الله على عيالي أمسوا جياعا وهم أشبالي أصغرهم يقتل في القتال بكربلا يقتل باغتيالي لقاتليه الويل مع وبالي يهوي به النار إلى تهوي به النار إلى سفالي كبولة ذات على الأكبال ثم عمدت فاطم عليه السلام على الخوان مثل يوم الماضي وباتوا جياعا ولم يذوقوا إلا الماء القراح وأصبحوا صياما هذا يا يوم وعمدت فاطم عليه السلام فغزلت الثلث الباقي من الصوف وطحنت الصاع الباقي وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص خمسة أقراص لكل واحد قرصا وصلى علي عليه السلام المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله ثم أتى منزله فد واحد إنسان رجل جليد وحده يصوم يمكن هو وعياله وأطفال صغار بالنتيجة صحيح لهم تقول ذو لأصحاب مقام ذو لك صحيح بس هم بالنتيجة في التشكيل الظاهرية هم بشر بعد قل إنما أنا بشر مثلكم لما يتكلم عن عيسى يقول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام هذا الشيء طبيعي بعد الطعام بل فقرب إليه الخوان وجلس وخمستهم فأول لقمة كسرها علي عليه السلام إذا أسير من أسراء المشركين قد وقف بالباب فقال السلام عليكم يا أهل بيت محمد القضية القضية بنت النبي بنت نبي سيد مسودي قد جاءك الأسير ليس يهتدي مكبلا في غله مقيد يشكو إلينا الجوع قد تقددي من يطعم اليوم يجده في غدي عند العلي الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصدي فأعطه لا تجعليه ينكدي فأقبلت فاطمة عليها السلام وهي تقول نعم لم يبق مما كان غير صاعي قد دبرت كفي مع الذراعي أنا شغلت إيدي مو بس كفي شغلته دي لازم حركي دي حتى أغزل الغزيل أغزل الصوف شبلاي والله هم جياع يا ربي لا تتركهما ضياع أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع وما على رأسي من قناع إلا عبن نسجتها بصاع هاي هم أنا نسجتها بس هاي العبايا وعمدوا إلى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جياعا وأصبحوا مفطرين ليش خلصت نذرهم وخلص وليس عندهم شيء مفطر مفطر ما عنده شيء يأكل هاي وصيبة وأقبل قال شعيب في حديثه وأقبل علي بالحسن والحسين نحو رسول الله صلى الله عليه وآله تعالوا زوروا جدكم وهما يرتعشان كالفرخ من شدة الجوع سبحان الله فلما بصر بهم النبي صلى الله عليه وآله قال يا أبا الحسن شد ما يسوءني ما أرى بكم واي أتأذى الشكل يشوكم خير انطلق إلى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لسق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله ضمها إليه وقال واغوثاه بالله قمتم منذ ثلاث فيما أرى فهبط جبرئيل فقال يا محمد خذ ما هي الله لك في أهل بيتك قال وما آخذ قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى أن قال يوفون بالناب ذول وفاء بالناب نزلت هذه السورة الشريفة في مدحهم والله عز وجل جعله تاريخ لا ينسى يرتل في الليل والنهار فالأم اللي تفهم هذا المعنى وين فوثب النبي صلى الله عليه وآله حتى دخل منزل فاطمة عليه السلام فلما رأى ما بهم فجمعهم ثم انكب عليهم يقول أنتم منذ ثلاث فيما أرى فقرأ عليهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ها تفجيرا انتم يطوف عليكم ولدان مخلدون ب أكواب وأباريق انتم ما الأكواب وأباريق الأكواب والأباريق ما للناس عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ها تفجيرا انتم عيون عيون لكم تشربون بها مشهور المفسرين قالوا يشربون بها هاي الباء بمعنى من يشربون منها وأهل المعرفة قالوا لا دلالة على سعة الوجود ثم بيّن ان هذه العين في دار النبي صلى الله عليه وآله تفجر الى دور الأنبياء والمؤمنين يوفون بالنذر يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم يخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قالوا الله ما قالوها ما قالوها ذا لهم ما قالوا المسكين واليتيم ما قالوا أخذوا قربة الى الله وكذا أجرنا على الله إنما نطعمكم لوجه الله باللسان ما قالوها ولكنهم أضمروه في أنفسهم فأخبر الله بأضمارهم ونيتهم الطيبة يقولون نا نريد جزاء تكافئون نا به ولا شكورا تثنون علينا ولكن إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك شره شنو كان شره مستطيرا الطائر الله 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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة نظارا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك السرر السرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ماكو هناك الشميس تصقعهم الصير حار عليهم ماكو برد يجيهم زمهرير وشتوا يضغطون ونجيب الدفاية ونعلق المكيف وأكو نفوط ماكو نفوط وبسورية أكو مازوت ماكو مازوت وكذا لا اعتدال كان هذا من جملة ما جاء نعم في طبعا احنا ما كان مقصودنا ان السورة الشريفة نقراها كلها ونطالع آياتها وأمثال ذلك لا وإنما سبب النزول وهذا السبب ذكره الواحدي والخبارزمي وكذا وكما شاء الله من المصادر الكثيرة اللي ناقلها العلامة المجلس رحمه الله من الثعلبي وغير ذول كلهم بطرق كثيرة ذكروا هذا المعنى عن لا تنتهي هذه الروايات إلى خبر واحد واثنين وثلاثة هذه الروايات تنتهي إلى كثير وجمع كثير من الصحابة على اصطلاحهم فهي من الروايات اللي لم تكن متواترة من الروايات المستفيدة وخوة اهنان الروايات اللي جابها عن العامة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة